اهلا بك عزيزي المشاهد وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية في بداية هذه الحلقة حبا نتأمل معك في جزء من انجيل يوحنى الاصحاح السادس هأرى آية تمانية وآية تسعة قال له واحد من تلاميذه وهو اندراوس هنا غلام معه خمسة أرغفة شعير وسمكتان اغلبنا عارف معجزة اشباع الجموع هو اصحاح ستة من انجيل يوحنى بداية هذا الاصحاح يتكلم عن هذه المعجزة الرب كان ممكن يعمل المعجزة دي من لا شيء يعني ايه يعني ما كانش محتاج الخمس أرغفة وسمكتان يعني كان من صفر يقدر يخلي الالاف تشبع يعني ما فيش خبس ما فيش سمك الرب كان ممكن يعمل المعجزة بدون الارغفة الخمسة وبدون السمكتان كل تأكيد يعني بدون دول كان ممكن يعمل هذه المعجزة العظيمة اللي اشبع بيها خمس تلاف رجل كان جعان ده غير بقى النساء والاطفال هم عدوا بس الرجال كان ممكن الرب يعمل هذه المعجزة من الصفر من لا شيء لكن هنا عمل المعجزة واستخدم خمسة أرغفة شعير وسمكتان دي النقطة اللي عايزك تفكر فيها معايا اني الخمس أرغفة وسمكتان بيقليهم ايمة بعد ما كانوش ليهم ايمة لانهم دول كانوا في ملكية غلام هنا غلام مع خمسة أرغفة شعير وسمكتان يعني هم في ذاتهم ملومش ايمة ده حتى خمسة أرغفة ما قالش خمسة أرغفة قمح لا خمسة أرغفة شعير والأمح تمنه ضعف الشعير يعني دي وجبة واحد فقير لان العيش بتاعه مش من الأمح الغالي العيش بتاعه من الشعير عنده خمسة أرغفة شعير وسمكتان الوجبة بتاعته يعني قيمتها قيمة الخمسة أرغفة وسمكتان قيمة وجبة واحدة لشخص فقير انما لما الوجبة دي اتقدمت للرب لما الغلام ده ضحى بيها لما الغلام ضحى بالحاجة الصغيرة اللي عنده بالحاجة الصغيرة اللي عنده ليها قيمة غير عادية الحاجة الصغيرة دي الرب استخدمها عشان يعمل معجزة عظيمة فريدة بدليل انها المعجزة الوحيدة اللي تلاقيها مكتوبة في الأناجيل الأربعة كل انجيل اتحدث عنها من زاوية معينة لما نقرأ المعجزة في الأربعة أناجيل كل انجيل يكمل الصورة فيبع عندنا صورة كاملة لمعجزة فريدة معجزة دي سببها ايه او ايه الدرس العظيم اللي فيها ان انا لما قدم للرب ما استصغرش اللي عندي هي دي الرسالة ما تصغرش امكانياتك امكانياتك قليلة مش مهم لكن لما تحطها في ايد الرب الرب يعمل بيها معجزة عظيمة يفيد بيها كثيرين او عيكون عندك صغر نفس وتقول مثلا انا ما عرفش اتكلم يعني انا انت ما موسى قال كده قال انا ما عرفش اتكلم انا سقيل الفم واللسان يعني بتحت ولسته صاحب كلام انما قدم نفسه للرب شوف الرب استخدم موسى استخدامات عظيمة وفي الكلام وفي مجال الكلام رغم انه ما بيعرفش يتكلم عزيزي المشاد المهم القلب يعني الغلام ده كان عنده قلب انه ضحى ضحى بالوجبة بتاعته لما تضحي وتقدم القليل اللي عندك ما تقولش انا ما عنديش قول عندي حاجات ما زي فلان وفلان وفلان بس انا احطهم في ايد الرب الرب يعمل بيهم امور عظيمة اوعى تستصغر فلوسك مثلا تقول انا هقد للرب ايه لا قدم للرب من القليل اللي عندك والرب يستخدم الفلوس اللي انت قدمتها ده اعظم استخدام الرب عظيم وهنا الدرس الهام اوعى تستصغر امكانياتك الرب عطالك امكانيات ارغفة شعير ارغفة امح مش مهم القليل اللي عندي هديه للرب او هدي منه للرب النتيجة لازم ابقى واسق ان الموضوع مش موضوع ان فلان بيتكلم احسن مني ومش موضوع ان فلان صوته احلى من صوتي ومش موضوع ان فلان عزفه احسن من عزفي لا لو انا مثلا بعزف للرب لا الموضوع موضوع ان انا اؤمن بان الصغير اللي عندي بقدمه باخلاص بقدم احسن حاجة عندي للرب ممكن تبقى احسن حاجة عندي للرب بالنسبة لأحسن واحد لأحسن حاجة عندي واحد تاني لا شكلها مش مش قليل مش مهم قدم احسن حاجة عندك للرب والرب عيستخدمها استخدام عظيم جدا زي ما استخدم الخمسة الغفة شعير وسمكتين رب كان ممكن يعمل المعجزة دي زي ما قلتلك ملا شيء انما الرب عمل المعجزة من الوجبة الصغيرة دي عشان هذا الدرس العظيم اني الرب عايز يستخدمنا الرب يقدر يشتغل من غيري اه يقدر يشتغل من غيري لكن هو عايز يشتغل بي لدي مدايبة تفكيرك الرب ممكن يبارك الناس ويخلص الناس من غير احنا ما نشتغل ونخدم لا بس الرب عايز يشتغل بينا برغم امكانياتنا الضعيفة برغم مواهبنا القليلة الرب عايز يشتغل فينا عزيزي المشاهد لو عندك صغر نفس تعال للرب وقاله حررني من صغر ولو شاعر ان حياتك ملاش قيمة وتفى تعال للرب وقاله احط حياتي في ايدك زي ما الغلام ده حط الوجبة في ايدك واسق ان حياتي هيبقى ليها قيمة عظيمة وفائدة عظيمة لان الامر يا رب لا يتوقف علي انا ولا على امكانياتي الامر يتوقف على عليك وانت عايز تباركني وانت عايز تستخدمني عزيزي المشاهد لا تنسى كلمات الرب لابراهيم هي كلمات لكل مؤمن الرب قال ايه اباركك وتكون ايه بركة اباركك وتكون بركة تعال معي الان الى سفر القضاء اصحاح سبعة تاشر لازمنا نتأمل في اسباب تضهور شعب الرب خلال فترة القضاء وقلنا ان الروح القدس خصص اخر اصحاحات في سفر القضاء فترة من اصحاح سبعة تاشر لغاية اخر السفر الروح قدس خصص هذه الاصحاحات لشرح اسباب تضهور الامة في عصر القضاء والسبب الاول هو ان العائلات ما كانتش امينة للرب يعني ايه العائلات ما كانتش امينة بلغة اخرى بسيطة كان فيها خطايا خطايا عائلية وهم خطايا عائلية ان العيلة افرادها ما بيحبوش بعض كل فيها انانية وبسبب الانانية وعدم المحبة شفنا الراجل اللي اسمه ميخة ده بيسرق امه بيسرق امه لو بيحبها مش اسرقها لا هو اكيد انانيته موجودة غلبة العاطفة بتاعته العاطفة راحية امه وعشان كده رح سرق مبلغ ضخم منها الف ومائة شاقل فضل سرق الفلوس دي من 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 امه وانتهز نا الموضوع ده في الحلقات اللي فاتت وشرحنا ببعض التفصيل الوصية الهامة جدا اللي في الوصايا العاش اللي بتقول لا تسرق لا تسرق وشفنا ان السرقة لها اكثر من مجال ممكن نسرق واحد يسرق اشخاص وممكن يسرق اشخاص يسرق فلوسه ياخد نصيبه في المراس مثلا وممكن يسرق خصوص يعني يحاول يعرف اخباره والشخص يبقى مش عايز اخباره تتعرف فيعود يتلصص عشان يسمع ويعرف هذه الاخبار يعني ممكن تسرق الشخص فلوسه تقدر تسرق معلومات عن حياته لا يريد ان يبيح بها دي سرقة الاشخاص ممكن تسرق الشخص انك تبيع له حاجة بتمن اكتر مما تستحق شرحنا ده وممكن تسرق البلد بتاعتك تسرق تقلل الضرائب اللي عليك بالكيس بقى وتهرب من الجمالك بتسرق بلدك وممكن تسرق الرب انك تسرق فلوس الرب اللي انت مفروض تقدمها للرب او اعلنت انك هتقدمها للرب وبعدين خدت منها يبقى انت سرقت فلوس الرب لانا ما بقيتش فلوسك مدام اعلنت وقلت البيت ده هتديه للرب ما يجيش بعد كده تبيعه وتعمل زي حنانية وسفيرة وبعد ما تبيعه وتاخد جزء ليك يبقى انت كده ايه سرقت مال الرب وممكن تبقى بتسرق الرب انك بتسرق مجد الرب وشرحنا ده في الحلقات اللي فاتت سرقه اذا خطيئة بشعة ولا سيامة لما تبقى في العيلة اخ بيسرق اخوه ام بيسرق ام زوجة بتسرق زوجها بتاخد من فلوسه من غير ما تعرف من غير هو ما يعرف الرب بيقول بكل وضوح لا 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 تسرق ما تاخدش حاجة مش من حقك انت متأكد ده مش من حقك اوعى تطمع فيه اوعى تطمع وتاخد حاجة مش من حقك لازم تبقى متأكد ان دي حقك لازم تبقى متأكد لو انت شاكك وخصوصا لما يبقى بقى مراس وحاجات زي كده واحد يقول لا ده حق اي انا اشتغلت ما واخويا ما اشتغلش لو انت مش واسق ان ده حقك تبقى ده خطيئة ليه لانك تبقى يقول كده كل ما ليس من الايمان فهو خطيئة الحاجة اللي مش مؤمن انها صح وشاكك فيها يبقى لو عملتها او لو خطأ تبقى خطيئة عليك تقولي طب اعمل ايه ما احتمال تكون حقي اقولك اجلس مع مرشدك الروحي صلي قبل ما تجلس معاه وقوله يا رب انا عايز ااخد حقي بس انا صحيح الورق في ايدي وقدر ااخد ده وقدر ااخد ده واخوتي مش عارفين بحاجة يمكن اخوتي بوعاد يمكن مسافرين وحد يقول كده اخوتي في بلد بعيد مش عارفوا حاجة لكن انا عايز اعمل الصح بس شاكك هل ده من حقي ولا مش من حقي لو شاكك الموضوع بسيط حط الموضوع قدام الرب وصلي ويمكن تصوم عشان يرتفع ايمانك ان الامور هتبقى واضحة وبعدين اعود مع المرشد الروحي بتاعك اللي طبعا لازم يكون مملوء بالروح القدس شخص امين معروف بامنته واعرض الموضوع بكل جوانب ومتخبيش حاجة امامه اللي يقوله لا خده بين الرب عشان تبقى امين عشان ما تبقاش كاسر لوصية لا تسرق اوعى تكسر هذه الوصية لان ليها نتائج ايه نتائج صعبة الراجل ده بقى ميخا مش بس كسر وصية لا تسرق ده مع وصية لا تسرق كسر الوصية الخامسة اللي في الوصية العشر احنا لا تسرق دي دي الوصية رقم تمانية انما هو كسر معها وصية اخرى ايه الوصية الاخرى اللي كسرها طيب نيجي نشوف الوصية العشر مكتوبة فين وصية العشر نقراها فيه خروج عشرين لا تنسى هذا الاصحاح خروج عشرين بتكلم عن الوصية العشر الوصية العشر دي بتشرح لنا مشيئة الرب لحياتنا ايه مشيئة الرب ليا وعشان كده لما تدرس الوصية دي تعرف فكرة الله تجاهي الرب عايزني ازلك ازاي الوصية العشر اتكتبت على لوحي لوحين لوحين اتكتبت عليهم بعصابع الرب الوصية دي اتقسمت نصين فيه ناس بيقولوا انها مقسومة اللوح الاول عليه اربع وصايا اللوح التاني عليه ستة وصايا تقول لي طب و ليه التقسيم ده اقولك 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 بس استنين فيه ناس تاني اسموها خمسة وخمسة يعني هم عشرة يبقى خمسة هنا وخمسة هنا الناس اللي اسموها اربعة وستة لهم وجهة نظر ان الوصايا الاربعة الاولى تتعلق بيه علاقتي مع الله يعني البعد الرأسي والستة التانيين عن علاقاتي مع الاخرين والوصايا يعني لازم ابقى صح رأسيا قبل ما ابقى صح افقيا يعني لازم ابقى صح مع الرب عشان في علاقتي معاه عشان ابقى صح مع الناس اربعة وستة يا اسموها كده اربعة وستة وفي الحالة دي هتتبقى اول وصية في علاقتي مع الاخرين هي الوصية الخامسة اللي بتقول اكرم اباك وامك لكي تطول ايامك على الارض التي يعطيك الرب الىك دي لما تقسمهم اربعة وستة لو اسمتهم بقى خمسة على اللحدة وخمسة على اللحدة وده التقسيمة دي في حاجة تدعمها حاجة كتابية ان في رسالة رمية هتلاقي لو تقسمت خمسة كده وخمسة كده هتلاقي لا تقتل لا تزني لا تسرق لا تشهد لا تشتي جيد مع بعض في رسالة رمية من غير الاية اللي بتقول اكرم اباك وامك لكي تطول ايامك على الارض يبقى حطي الاية دي في التقسيمة التانية بقيت في اللوح الاول طب اللوح الاول ده عبارة عن وصاية تتعلق بعلقتي مع الله فهنا فهنا اللي بيقسمه خمسة وخمسة في ضوء رسالة رمية يبقى عايزين او بيقولون ان اكرام الاب والام ده من اكرام او في في ذاته اكرام لله يعني دي تتكلم عن علاقتي مع الله زي احفظ اذكر يوم السبت اللي تقدسه لا تنطق باسم الرب الىك بطلا لا يكن لك آلهة اخرى امامي متعبدش حد التاني معايا ما تعملش تمثال عشان تعبده يعني حطوا وصية قالوا لا اكرام الاب والام دي من مش مع الخط الافقي علاقتنا مع الاخرين لا تقتل لا تزني لا تسرق لا دي وصية تبع علاقتي الرأسية مع الله لما انا اكرام الاب والام انا بكر الهي يبقى دي علاقة رأسية انا حبيت اقول كده عشان اظهر ان الوصية دي وصية هامة جدا 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 حتى في العادة الجديدة يقول لك خلي بالك دي اول وصية بوعد بولة سرسول قال كده فميخة كسر الوصية دي ميخة في قضاع سبعتاشر كسر الوصية دي لم يكرم امه يعني في سرقة لفلوسها عدم اكرام لامه ما احترمهاش ما اقدرهاش كسر هذه الوصية ولما يكسر الوصية دي معناها مش هيعيش ايام طويلة على الارض سواء خدت معنى لكي تطول ايامك على الارض الايام بالمعنى الحرفي انه عمره بطوير او خدتها بالمعنى مش الحرفي ان ايامك الحلوة على الارض ايامك الرائعة الايام اللي فيها تمتع الايام اللي فيها مجد هتبقى قليلة لما تكسر هذه الوصية لكن لما تكرم اباك وامك الايام بتاعتك تطول سواء بالمعنى الحرفي او بالمعنين معا مش ايامك تطول بس والايام الرائعة في حياتك تبقى ايضا كثيرة اكرم اباك وامك يبدي اول وصية مرتبطة بوعد ايه الوعد ده تطول ايامك على الارض التي يعطيك الرب الان وكمان هي اول وصية لو هنقسمهم اربعة وستة يبدي اول وصية في الاتجاه الافقي ولو قسمناهم خمسة وخمسة يبدي اخر وصية في الاتجاه الرأسي يعني لما اكرم الاب والام تول يعني اكرم يعني تديهم كرامة هنا الاكرام معناه انك تديهم كرامة لما تدي كرامة لابوك وامك انت بتدي كرامة لله في واحد يقول لي بس أبويا ده راجل وحش قوي ده راجل مفتري ده راجل حطمني ده راجل ضيع حياتي أقول لك الكتاب ما قالش ادي كرامة لأبوك لم يبقى كويس أو ادي كرامة لأمك لما تبقى حكيمة الكتاب ما حطش أوصاف أنت تدي كرامة للأب والأم سواء كانوا كويسين أو وحشين لأن الآية محددتش أن أنا أدي كرامة لأبوك لم يبقى كويس ولا أكرمه لم يبقى وحش أنا علي أكرمهم لأن دي وصية الرب مش أنت بتحب الرب تقول لي آه يبقى لازم تطيع الرب ما شئت الرب لنا أن نكرم الأب والأم ميخا ما أكرمش أمه يمكن عنده مبرر يقول دي حرامتنا يمكن عنده مبررات دي عملت فينا كذا وكذا وكذا تستاهل أن نأخذ منها الفلوس هي هتصرف في الفلوس غلط لا كتاب بيقول لا تصرق وبيقول كمان اد كرامة لأبوك وأمك سواء كانوا حكماء أو غير حكماء وأكمل معاك في هذا الموضوع الهام في الحلقة القادمة الرب معك إلى كل أحبائنا المشاهدين نقدم لكم كتاب لا دينون الآن هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند التلقي مرسلاتكم هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج أو بأي استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها رسلونا على البريد الإلكتروني mail at pastordaniel.org أو العنوان البريدي أنهار الحياة صندوق بريد 3030 الحرية هليو بوليس القاهرة همورية مصر العربية أو Rivers of Life P.O. Box 433 Greenford UB5 9BJ UK أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012-2500-7788 وأخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniell.org أربوا معكم وإلى لقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية شكواتي